12 من الأطعمات الخارقة بخصائص خفض الكوليسترول الخالية من الأدوية من أكثر الموضوعات التي تم بحثها من قبل أولئك الذين يعانون من مشاكل ارتفاع الكوليسترول هو خفض الكوليسترول بشكل طبيع دون استخدام العقاقير يشير الخبراء أيضا إلى أنه يمكن السيطرة على الكوليسترول باتباع نظام غذائي صحيح ومنتظم ما هي الأطعمات التي تخفض الكوليسترول؟ لأولئك الذين يسألون أخصائي التغذية والنظام الغذائي دال دي تحدث توبا كيان تابان عن الطرق الطبيعية لخفض الكوليسترول بدون دواء إليك الأطعمات التي تخفض نسبة الكوليسترول 1. يمنع تصلب الشرايين عن طريق زيادة مرونة الأوعية الدموية في نظام القلب والأوعية الدموية أهم مصدر لأوميغا 3 وهو حمض دهني أساسي هو الأسماك سيأل خفض الكوليسترول ينصح بتناول السماك 2 إلى 3 مرات في الأسبوع يحتوي زيت السماك على الأحماض الدهنية EPA وDHA يجب التحقق من قيم EPA وDHA لزيوت الأسماك التي يتم تناولها كمكملات غذائية سمك السلمونة والماكريل والتونة والسردين والبقلة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية 2. زيت الكريل مشتق من مخلوق بحري يشبه الجنبرية يسمى الكريل زيت الكريل هو شكل من أشكال أوميغا 3 الميزة التي تميز زيت الكريل عن أوميغا 3 هي أنه يحتوي على تأثير مضاد للأكسدة أكبر 3. لأن زيت الكريل يحتوي على أستاذ أنتيني بالإضافة إلى ذلك فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية تكون على شكل شحميات فسفورية في زيت الكريل لذلك فهي تحتوي على 98% من التوافر البيولوجي له تأثير إيجابي على صحة القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول 4. القرع الألياف وفيتامين جيم الكوليسترول إنه مهم جدا لصحة القلب لأنه يمكن أن يوازن مستويات الدم 5. بذور الكتاني يحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة والبوتاسيوم والألياف وفيتامين هاء وأوميغا 3 وبهذه الطريقة يكون له تأثير وقائي ضد أمراض القلب 6. يمكن تناول ملعقة صغيرة من بذور الكتان يوميا عن طريق إضافتها إلى الأطعمة مثل الزبادي والحساء 7. بصل وثوم مركبات الكبريت فيه تخفض مستوى الكوليسترول يجب تناول فص ثوم كل يوم 8. جوز وهو مصدر غني بحمض الفوليك وفيتامين هاء والحديد والفوسفور ومعادن الزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية 9. الجوز يحمي من ارتفاع الكوليسترول كما أنه يقوي القلب والأوعية الدموية لإحتوائه على أوميغا 3 9. الشفان والجاودار ودقيق القمح الكامل 10. نظرا لإحتوائه على نسبة عالية من الألياف ويحتوي أيضا على فيتامينات بي وإي 11. فإن له خصائص وقائية ضد أمراض القلب 12. كما أنها غنية بالبروتين والكاليسيوم والحديد والزنك والنحاس والمغنسيوم 12. نظرا لأن محتواه العالي من الألياف يقلل من ارتفاع ضغط الدم والدهون في الدم 13. فإنه يؤثر أيضا بشكل إيجابي على نظام القلب والأوعية الدموية 14. شيء أخضر 15. بما أن مادة البوليفينول الموجودة فيه لها خصائص مضادة للأكسادة 15. فهي فعالة في الوقاية من أمراض القلب 16. يمنع تصلب الشرايين 17. استهلاك الشاي الأخضر بدلا من الشاي الأسود والقهوة سيزيد من توليد الحرارة 17. معدل الأيض وسيساعد على إضعاف مرضى القلب المصابين بالسمنة 11. العنب الأحمر 18. بفضل مادة الريس فيراترول مضادات الأكسادة التي يحتويها 19. فهو يساعد على خفض مستويات الكوليسترول وله تأثير إيجابي على أمراض القلب 20. ينصح بتناول 7 إلى 8 حبات من العنب الأحمر المجفف مع البذور كل يوم 12. طماطم أظهرت الدراسات أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لاحتوائه على مستويات عالية من الليكوبين 21. الذي له خصائص مضادة للأكسادة 22. لا سيما الطماطم والعصير والطماطم المهروسة أو المطبوخة تحتوي على 23. نسبة عالية جدا من الليكوبين 13. الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتك 14. البروبيوتك 15. هي كائنات حية دقيقة تؤثر بشكل إيجابي على جهاز المناعة من خلال تنظيم الفلورة المعاوية 15. في السنوات الأخيرة هناك دراسات حول الآثار المفيدة لتناول البروبيوتك على مستويات 16. الكوليسترول في الدم وبالتالي على أمراض القلب والأوعيات الدموية 14. يجب إلاء اهتمام خاص لاستهلاك اللبن الزبادي أو الكفيري يعد استهلاك ما يصل إلى كوب واحد من الماء يوميا أمرا فعالا للغاية في حماية صحة القلب 15. الخرشوف نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف فهو يساعد على الهضم ويجعلك تشعر بالشبع يساعد على منع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك ويزيد من امتصاص المعادن مثل الكالسيوم 16. يقوي جهاز المناعة حيث أنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على مادة البوليفينول التي يمكنها إصلاح 16. الخلايا التالفة التي تضعف وظيفة المناعة يؤثر المحتوى العالي من الألياف بشكل إيجابي على مستويات الكوليسترول مراجئت شكرا